برضو يا أحمد أعرف الحالات اللي عندك أنا شايف يعني أنا جاي بحالات بقى عكس بلال الحالات الإيجابية والريسك اللي أخدو كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن أخد الرزق مرتين المرة الأولى في تغيير طريقة اللعب طبعا من 4-3 الطريقة المعتادة للمنتخب المصري من فترة كبيرة جدا ل 3-5-2 اللي طبعا اتعامل بقى معاك كابتن حسام حسن بريسك كبير جدا الطريقة التانية او الريسك التاني كان في طبعا اللعب بحمود تريس جيه في مركز الباكليفت وهنا طبعا دي من ضمن الحاجات اللي كانت مفاجأة كبيرة جدا ده الريسك التاني وهنا هنبين ايجابيات اللي كابتن حسن حسن اخد القرار انه هو يلعب بتريس جيه كباكليفت وليه لعب مش معنى بتريس جيه لعب في المركز ده والمركز ده لعب به كابتن حسن شحاته مع محمد بركات مع منتخب مصر ونجح فيه طبعا حتى في نهاية امام كوتيف وار لو بصنا على الحالات تريس جيه هنا موجود في الده الهدف الاول تريس جيه موجود من ناحية الجناح او هو موجود كلاعب لو بصنا على الباك اللي موجود لعب بركي نفسه هو مش واخد باله اصلا من تريس جيه تماما فهنا دي الميزة لاستخدمها كبترسام حسن ان استخدم تريس جيه كباكليفت وهمي كباكليفت او كجناح انت مش عامل حسابه لان الجناح دايما بيكون موجود وقف له باك راي طبعا احرز الهدفين انا اجيب لك لطف الهدفين يا كابتن بص تريس جيه هيجي طبعا الباك مش حاس به خالص هيدخل من وراء الباك تاني نبص على الحالة اللي بعدها بص وكمان تريس جيه عند ميزة مهمة جدا تريس جيه لعب لعب ليه اسباب اختياره لعب بيعشق المساحة لعب بيميل للمساحات بيحب المساحة طول ما تريس جيه قدامه مساحات كبيرة جدا بيتقلق وده اللي كابتن حسام حسن حب يوفرهله عارف امكانيات تريس جيه كويس جدا فاستخدم تريس جيه في المكان اللي يبقى عنده مساحة كبيرة جدا ويقدر يتقلق فيها طبعا تريس جيه طبعا سرق المدافع ودخل نراهه في الحالة التانية ونخش طبعا الحالة اللي بعدها اللي تريس جيه بيدخل الكرة بكوته بسرعته اللي جاي بيها هو وجه الكرة بس فاعتقد راحب بكوة كبيرة جدا رأسيات كبتن حسام حسن دي يعني رأسيات صعبة جدا ده هنا دور تريس جيه اللي طبعا كان فيه رقم احيانا انت بتاخد ريس ك في الكرة في اي حاجة طول ما انت بتاخد ريس ك برضو بي فيه بعض السلبيات وهنا السلبيات اللي تتكلم معنا بلال اكيد في الريس ك في الدور ده انا مش هبقى طالب من تريس جيه لو يرجع بالزبط لازم عندي البديل اللي ما انا بلعب بتلاتة ليه مظبوطة كابتن فهي دي الفكرة كمان وهو كان بيعمل الفكرة دي انه هو يجيب هدف والتوفيق كان محلفنا انه هو جاب هدف فهنا في ربع ساعة نبص على الحالات اللي بعدها ده الهدف التاني تريس جيه برضو واقف في نفس المكان نفس الكلام واقف وفي نفس الوقت تريس جيه بيستلم الكرة هنا بقى في حاجة مهمة جدا مهارة تريس جيه بدأت تظهر هنا كويس جدا تريس جيه استلم الكرة نعم نبص على الحالة اللي بعدها يعني الحالة اللي بعدها تريس جيه استلم اي حد نرجع بس الحالة اللي بدأ نرجع نرجع تاني الحالة اللي فاتت اي لاعب هنا هيدخل في مكان السهم مكان المساحة اي لكن تريس جيه لعيب زاكي ولعيب حريف ومهاري المدافع طبيعي جدا اول حاجة هيعملها هيبدأ يروح يغطي حتة لناحية السهم المساحة عشان تريس جيه ما يتخدش ويجيب منها هدف فترزجيه راح عمل تمويه لما بص الحل بعدها طبعا المدافع هنا في طاكر ترزجيه يدخل لجوه راح طبعا عمل الفنت وراح الناحية التانية ترزجيه ينسباله بشماله حطوا الكرة طبعا زي ما هي وهنا دي الميزة اللي كانت دايما بتانسطر ترزجيه من فترة كبيرة لكن ترزجيه أعتقد فيه حتى في الدوري متقلق جدا بسبب أنه هو خلاص بقدام الجون بيخدها زي ما هي ودي ميزة طبعا أعتقد تطورت خسيرا فيه محمود ترزجيه وأعتقد أشكرا قلت له كابتن محمود ترزجيه لكل دور أهمية عن دور محمد صلاح وللعين من محمود ترزجيه كابتن ترزجيه كان سبب أن المتخب مصر يحصد 6 نقاط في مباراة سريلون جاب بهدفين وفي مباراة وفي مواجهة بوركينة فاسو وكمان أحرز 3 نقاط بهدفين أيضا طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع أكمل مع حضراتكم إيه هي استعدادات منتخب غينيا أبرز